نتكلم في كل حاجة وهنوضح كل حاجة اول حاجة بس هنتكلم عن المباراة اللي اقيمت اليوم النادي الاهلي فاز بسلاسية وطايح في الدوري سجل اهدافه النهاردة جيرالدو اللي مستوى تحسن اللي مستوى تحسن لما دخل عال 18 ولما لقى حد بيعمل له كرصات من اليمين والشمال النهاردة احمد فتح الجزء اللي لعبه عمل كرصات كتيرة محمد هاني الجزء اللي نزله عمل كرصات اليوباجي عمل كرصات معلول وليد سليمان كالعادة بينزل يبس الروح ويحرك الدنيا ويحرك المرة كده قلب المطش لما نزل في الشط التاني وباجي النهاردة عمرو السلاة اداله تمريرة سحرية بالكعب كده في الديار 94 من الشط التاني وسجل الهدف التالي يبقى جيرالدو وليد سليمان باجي النهاردة النادي الاهلي للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد وخبر محزن لعشاق الفانيلا الحمراء خسر مجهودات محمود متولي مش لنهاية الموسم ربما لمنتصف الموسم القادم اصيب الاشتباه كبير جدا بالرباط الصليب يعني هم راحوا يعملوا الأشعة لكن الاشتباه كبير جدا بالرباط الصليبي اللعيب نفسه حاسي بها في الملعب عشان كده بكى كابت المحمود متولي ما تعرفش العين وراه وكمان ليه او لعبت الأهلي بصفة عامة يعني الصراحة اتمنى ان هم يمسكوا في المعاوزاتين والاخلاص بأعداد كبيرة وبالصلاة على سيدنا النبي وبإذنها ربنا عافيهم ويحفظهم اللي بيركس في ده بيلاقي الدنيا ماشية معاك واسه اللي ما بيركسي بياخد نصيبه وقدر وهي أقدار ونصيب فاشتباه في الرباط الصليبي أحمد الشيخ النهاردة اللي لعب وتحرك كادم النهاردة نادر أهلي مكاسب الأهلي من هذه المباراة في رأينا الشخصي عودة الإصرار والروح ولعب رغم من المنافس ونادي أسوان لكن راح والقائم أنقذ محمد الشيناو من هدف التعادل ثم القائم أيضا أنقذ أسوان من هدف أظن بتاع حمد فتحي لكن المباراة في جملتها النهاردة هذا الأداء أفضل من المباراة الماضية تحسن أداء اللاعبين تحسنت روح اللاعبين القتالية وإسرارهم بقى في ضغط على المنافس المنافس طبعا متواضع ولكنه يملك لعبين مهاريين يمكنهم اللعب لأقوى الفرق في الدور الممتاز كابتن أحمد كشر أعمل معهم شغل لعب كالند للنادر أهلي وهدد ماربا محمد الشناوي والملاحظة اليوم أنه فيه كورة اللي كانت فيها في العرضة دي يعني الفرود أظن اسمه مصطفى البدري اللي خد تمريرة السحرية من محمد مرسي يعني ظهر فيها أن كابتن أحمد فتحي بقى تقيل شويتين وحركته بطيئة بسهولة جدا الولد لمه وحطه في ظهره وراحه بقى هو والشناوي ولعبها في البعيدة خبطت في القايم الشرط الأولاني برضو حمد فتح عمل واحدة اللي كانت في القايم صاروخية مكاسب النادي الأهلي النهاردة أنه فيه بعض اللعبين بتوظفوا في مراكز مختلفة يعني إليو ديانج لما نزل إليو ديانج لعب هاف في فترات في المباراة وساعات كان بيبدل لحد ما نزل محمد هان ساعات كان بيبدل كان عمرو السلية اللي بيطلعها أو حمد فتح اللي بيطلعها فالنادي الأهلي كان بيضغط النهاردة بكسافة عددية كبيرة للفوز بعدد وفر من الأهداة فاز بسلسي عنده الاختبار القادم اختبار قوي وقصي ومؤلم والفريقين على المحك وهو نادي الزمالك يوم السبت المقبل زيك بكرة عنده برضو مواجهة كويسة مع نادي مصر أسوان ونادي مصر من الأندية على التصارع من أجل البقاء وقبل مباراة القمة يوم السبت المقبل لكن لكن المباراة في مجملها طيبة للنادي الأهلي اطمأن فيها جرب فيها الخواجة جرب حاجة شايف أنا أنها ما نجحتش رغم أنه لما عمل المفاجأة دي قدام الزمالك قبل جدا كانت نجحت إيه هي أنه رجع عشان يرقى جايه يلعب فروت زي ما قلت لكم بارح وتحته الثلاث أفشا وأحمد الشيخ وجيرالد فريق جبير جدا يا جماعة بأنه يبقى وأحمد الشيخ كمان خاك كدم وكان تحته عمر السلية وحمد فتحي بعد طرفين معلول وأحمد فتحي وقلب الدفاع كان أيمن أشرف ومحمد نتولي اللي خرج مصاب واشتباه في الرباط الصليبي ومحمد الشيناف النهاردة جرب أنه يضغط لكن خلينا نقول أن المباراة القادمة مباراة قياس القوة اختبار القوة بين الأهل وبين الزمال الزمالك عنده فريق جاهز ربما تكون أسماؤه أفضل من لعب النادي الأهل وربما تكون مواصفاته لعب عندها شخصية ربما كمان يكون مرفوعا هم الضغوط فرقة خسرة الدور فهدفه فهدفه يعجل على الأهل أنه يكسبه فيعجل على الدور أو يبقى بياخد خطوة معنوية قبل مباراة الأمم الأفريقية أو دور الأبطال الأفريقي في نهاية الشهر المبنى لكن الأهل النهاردة الروح أفضل الإصرار أفضل الكل في واحد ما فيش فرد هو النجم لكن الكل في واحد اللي يبادج الأول مرة رجله بتغيره في طريق الجون رجله بتغيره في طريق الجون وده مكسب كبير جدا للنادي الأهلي في هذه المباراة في أمال وطموحات كبيرة عليه في المباراة القادمة أنه يتحسن وأنه هو يعني ياخد فرص الفرص اللي بياخدها يحسن استغلالها والنهاردة نزل في قبل ربع ساعة من نهاية المباراة الله بصلاح مكسب كبير أو أن حمد فتح استعاد قدراته المستوى علي معلول في قمة توهجه لكنه ما فيش حد قدامه يربط معاه زي ما كان بيربط معاه كهرباء أو رمضان صبح ما فيش حد دلوقت أو حتى حسين الشحاد لما كان بيغير يجي من اليمين للشمال وحاجات بالشكل ده فعلي بيطلع لازم بيعمل الكروس ما بيلايش حد يدهاله فيدهاله تاني وان تو فيخش وحاجات بالشكل ده فالجزئية دي مش موجودة لكن الأداء في تحس اللاعبة خلاص خرجت من أزمة رمضان صبح وشريف إكرامي وكله مركز في إثبات الزاد إسعاد الجماهين تحقيق الانتصارات مش إنه هو يبقوا خايفين طيب الشوط التاني وليد سليمان نزل بدل جيرالدو كان خرج طبعا محمود متولي الإصابة ونزل ياسر إبراهيم وكلنا النهاردة تطمننا على ياسر إبراهيم الخطورة في ادفاع النادل اللي مفوش غير ثلاثة بس دلوقت ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورمي ربيع كده محمود متولي خارج الخدمة خارج الخدمة على الأقل يعني ربنا يا رب يلطف ما تطلعش رباط صليبي بس كله بيقول رباط صليبي كله بيقول رباط صليبي وعندنا سعد سامير مصاب أيضا الحاجات دي بتبقى ورطة لإدارة الناد إنها تجيب البديل أنا رأيي أنا الشخصي عندك البديل بس تديله فرصة محمود الجزار بدل ما تسيبه يحترف بره في نادي سربيا خد ورجعه بقاله مسلمين هو تبيلعب في الجونة وشدد حيله وماشي كويس هنعرفين أنها رباط صليبي وقطف الهضروف بنعلق أمالنا يا حج إنها ما تطلعش رباط صليبي يعني بنقول جايز الأشعة تغلط جايز اللي كذا يغلط فيعني بنعرفين إنه خارج بين الشطين وكذا مهم يعني بنتمنى 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 وأحمد الشيخ خرج بكادمة وليد سليمان إذا شدت هنا بدل جيرالدو جيرالدو نارده برضو كانت تحركاته أفضل من المباراة الماضية على الأقل كان ظاهر في الشق الهجومي في التلت الأخير ما كانش عمال يقعد يجري ويغبط في روحة الإعلانات وريع يجري باتجي لعب بدل جيرالدو محمد هاني لعب بدل حمد فاتحي ونصده برضو استمرار الضغط الهجومي الأحمر لحد ما وليد سليمان عمل صاروخية في الدائرة ثلاثة وتمانين سجل منها من تمرير محمد هاني للسولية وسوري محمد هاني باتجي لمحمد هاني مر لوليد سليمان صاروخية التانية بقى هاني محمد هاني للسولية لباتجي اللي عملها في البعيدة جون بيفوس النادل الآلي بسلاسية ترح الأعصاب قبل مباراة القمة المقبلة يوم السبت القادم بإذن الله الزمالك عنده مباراة بكرة أيضا هيتطمن فيها على الدنيا بحالها ونجي نتكلم على كل حاجة مشكلة الآلي دلوقت إنه عنده غيابات رامي ربيعة وسعد سمير يعني ودلوقتي محمد متولي وعنده بيكهم وعنده حسين الشحات الغيابات دي كلها بتأثر فضلا عن عدم توفيق البعض يعني عن عدم توفيق فضلا عن خروج دلوقتي إكرامي وحسام عشوق لكن رغم كده اللي قال يقولك الالتزام بالمبادئ والتقاليد والقيم النادل سيبك من أي حاجة في الدني نلتزم بالمبادئ والقيم الأهلوية عاوز قبل ما خدش في الكورة هخدش في موضوع مرتضى اللي قالب مصر النهاردة واللي أسرت حواليه أقوال كتيرة في أربع قضايا كان متقدمين لطلب رفع الحصان اللجنة الدستورية والتشريعية قالت لا قالت لا ماشي لكن